معك أحمد دراوشة من تل أبيب تطورات كثيرة ومتلاحقة اليوم في إسرائيل لكن إذا ما بدأنا بردود الفعل والتفاعلات حول قصف تل أبيب اليوم بصواريخ وكذلك ما يتداول عن سفر الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات الدوحة الأسيامة وأن واشنطن أكدت مشاركة تل أبيب فقط تسمح لي حامد أن أبدأ بقضية أخرى وردتها الآن القناة آي 24 الإسرائيلية في خبر عاجل هي أن آخر تقديرات للاستخبارات الإسرائيلية أن احتمال أن تشن إيران هجوما على إسرائيل ردا على اغتيار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها خلال الأيام المقبلة متراجع بشكل كبير جدا كانت التقديرات خلال الأيام الماضية إلى أن الرد الإيراني وشيك هناك من ضربة موعدا لذلك هو الليلة الماضية الآن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية أن ذلك لن يحدث خلال الأيام المقبلة التقديرات حول رد حزب الله ورد إيران تغيرت بشكل كبير جدا خلال الأيام الأخيرة حتى من سيسبق الآخر في الرد تغير خلال الأيام الأخيرة على سبيل المثال كانت التقديرات الرائجة في نهاية الأسبوع هي أن حزب الله سيرد أولا على اغتيال قائده العسكري بعد ذلك سترد إلى إيران لاحقا صرت التقديرات الإسرائيلية الجديدة أن الرد سيكون متزامنا والآن آخر تقديرات أن رد إيران قد يتغير قد يتغير ولن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة وتتحدث هيئة البث الرسمية عن ضغوطات تمارسها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على إيران لمنع مهاجمة إسرائيل خلال الفترة المقبلة لكن لا تزال هذه الأنباء أولية وحتى الآن لا تفاصيل كثير عنها حول نوعية الضغط التي تمارسه الدول الغربية فيما يتعلق بقصف تل أبيب هذا القصف فاجأ الإسرائيليين بشكل كبير جدا إسرائيل منذ أكثر من أسبوع تتوقع أن تتعرض تل أبيب للقصف تحديدا مقر قيادة الأركان مقر وزارة الأمن في إسرائيل كانوا يتوقعون أن يتعرض خلال أي لحظة لقصف سواء من إيران ردا على اغتيال إسماعيل هنية أو من حزب الله ردا على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر ثم فوجأ الإسرائيليون اليوم بانفجارين في تل أبيب كانت التقديرات الأولية ولو أنها بقيت لدقائق معدودة أن إيران أو حزب الله هما اللذان هاجمات تل أبيب خصوصا أن آخر هجوم تعرضت له هذه المدينة كان من قبل الحوثيين لم يسبقه أي صافرات للإنذار بالتالي خشي الإسرائيليون أن ما حدث اليوم في هذه المدينة هو مرة أخرى انفجار طائرة مسيرة في هذه المدينة دون أن تدوي صافرات الإنذار ثم كانت المفاجأة أكبر أن هذا القصف جاء من قطاع غزة بعد أكثر من 300 يوم على الحرب الدفاعات الإسرائيلية لم تسقط هذا الصاروخ صافرات الإنذار لم تدوي في هذه المنطقة هذا الأمر فاجأ الإسرائيليين لأن ما روج له خلال الأسابيع والأشهر الماضية أن إسرائيل قضت على الصواريخ بعيدة المدى التي تملكها حركة حماس وأنها قضت على منصات إطلاق هذه الصواريخ بالتالي كان الإسرائيليون يعتقدون أن تهديد تل أبيب بالقصف من قطاع غزة قضي عليه تراجع خلال الفترة الماضية ثم فوجئوا أن حركة حماس لا تزال تملك هذه القدرات العسكرية ولا تزال تملك آلية إطلاق الصواريخ الصواريخ بعيدة المدى هي صواريخ كبيرة صواريخ ضخمة تحتاج منصات غير عادية منصات مخصصة تحتاج لنقل منصات بالتالي إطلاق هذه الصواريخ في هذه المدة بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء واسعة من قطاع غزة وفي ظل تحليق دائم للاستخبارات الإسرائيلية في سماء القطاع ليس أمرا هيئا ثم أن يفاجئ الإسرائيليين في قلب تل أبيب بهذا القصف حامد أحمد ماذا عن إرسال وفد المفاوضات إلى الدوحة حتى الآن النقاشات الإسرائيلية لا تزال الداخلية من المفهوم ضمنا أن إسرائيل ستشارك بوفد في مباحثات الدوحة لكن ما غير المفهوم هو ما الذي يريده هذا الوفد المفاوض الوفد القطري الوفد الأمريكي الوفد المصري يريدون بالأساس التوصل إلى اتفاق أو على الأقل الانتقال نحو مرحلة جديدة في هذه المفاوضات وكذلك هذا ما أعرب عنه بيان حركة حماس خلال الأيام الماضية لكن السؤال المركزي هو ما الذي تريده إسرائيل من هذه المفاوضات استمرار نقاش الأمور الأخرى التي تحظى حتى بمعارضة من قبل إسرائيل إن كان وزير الأمن الإسرائيلي وبالتالي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن الشروط التي أضيفت من قبل نتنياهو خلال الأسابيع الماضية تعطل المفاوضات بالتالي لماذا تتشبث إسرائيل بهذا الأمر وهل ستغير نهجها هذا في المفاوضات هذا غير واضح ترجمة نانسي قنقر